ترشيح ترامب بيكون على المحك وبأمريكا لن نسمع عن لقب السيدة الأولى لأن السيدة ستكون هي الرئيس كيف وليه العلم عن ده الله تنافس محموم بين العرافين اللبنانيين لكنه انتهى بانتصار مدون للعراف اللبنانية الذي استطاع أن يرى ويقول ما حدث بالضبط فيما سقطت مواطنته المشهورة في خطأ جعل سمعتها على المحك فما القصة؟ تتوقف عقيرة بالساعة والتاريخ بعيد نفسه بمشهد بالانتخابات الأمريكية السابقة لن نصدقك مرة أخرى بتلك الكلمات تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التوقعات التي أطلقتها العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف التي أخفقت في توقع الاسم الصحيح للمرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليلى عبداللطيف قالت منذ عدة أسابيع عند سؤال إن كان من سيربح هو المرشح الجمهوري دونالد ترامب أم منافسته ديمقراطية كامالا هاريس لتجيب بكل ثقة أتوقع أن يصبح للولايات المتحدة أول سيدة تصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية وهنا كانت المفاجأة حيث أظهرت الانتخابات الأمريكية فوزا ساحقا وكاسحا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى وبالتالي فإن توقعات ليلة عبداللطيف أثبتت عدم صحتها على إثر ذلك ثارت حالة من الاستياء الواسع من العرفة اللبنانية من كثيرين ممن اتهموا بنشر مزاعم غير دقيقة والادعاء بأمور ثبت أنها غير صحيحة وهو ما يؤكد مرة أخرى صحة القول بأن كذب المنجمون ولو صدفوا في مقابل ذلك استشهد آخرون بتوقعات مقابلة أدلى بها خبير الفلك اللبناني ميشيل حايك الذي نشر أيضا توقعات عن الانتخابات الأمريكية لكنها كانت أكثر واقعية عما قالته ليلة عبداللطيف ميشيل حايك قال إن تحليلاته الفلكية تشير إلى تدخلات كونية معقدة تجعل من شهر نوفمبر فترة زمنية مليئة بالأحداث غير المتوقعة وأشار إلى أن هذه التدخلات قد تؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية وأزمات سياسية واجتماعية في مناطق مختلفة من العالم وأضاف حايك أننا سنشهد تحولات جذرية قد تغير مسار التاريخ أثارت الصريحات حايك حالة من القلق والذهول بين الجمهور حيث انقسمت الآراء بين مصدقين ومشككين في دقة هذه التنبؤات خصوصا بسبب ما قاله على الانتخابات الأمريكية حيث قال إن سيدة أمريكية من الطبقة السياسية ستتعرض لمصير مأساوي لم يحدد ماهيته لكن البعض ربطه بما حدث للمرشحة ديمقراطية كامال هارس التي باتت عمليا خارج الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ليس هذا فحسب بل توقع أيضا حصول تعثر بمشوار كامال هارس الرئاسي وهو الأمر الذي حدث بالفعل في حين ألمح أيضا إلى أن الملياردير الأمريكي المعروف إيلون ماسك سيتعرض لنهاية مأساوية قائلا إن حياته لن تكون كافية لتحقيق كل ما يحلم به وأشار إلى أن التاريخ سيعيد نفسه في مشهد الانتخابات الحالية بما حدث في المرات السابقة دون أن يحدد إن كان يقصد انتخابات عام 2016 أو 2020 أما عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إنه يتوقع أن صحة الرئيس الأمريكي ستكشف عن معاناته الصحية من مشكلة خطيرة وهو أمر لم يتضح حتى الآن وقد يحدث في المستقبل خصوصا وأنه تحدث أيضا عن تراجع لقوة دولار الأمريكي وسبق أن أدلى ميشيل حايك بمجموعة من التوقعات المثيرة التي سببت حالة من القلق والتفاعل الكبيرين حيث قال إنه يتوقع أن نشهد انتشار حالة من الذعر داخل مول أمريكي كما سنشهد مظاهرة مسلحة في مدينة لاس بيغاس وسيكون الهدف من ذلك رأس أمريكية مؤكدا أن الأحداث المتواترة ستسبب دهشة كبرى في وولد ستريت تحدث حايك أيضا عن دور محتمل للنائب السابق لرئيس أمريكي مايك بنز والذي سيكون محورا أساسيا لمجموعة من القضايا المتشابكة وأشار عالم الفلك اللبناني إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد يتورط في أكثر من ملفه وسيجد نفسه في دائرة خطيرة كاشفا عن ظهور ملابسات جديدة ستظهر إلى العلن في قضية اغتيال أسامة بن لادن لم يكن فوز ترامب هو أول إخفاقات ليلة عبداللطيف بل كانت هناك عدة توقعات لها لم تتحقق أيضا فمثلا توقعت ليلة عبداللطيف أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوريا في بداية عام 2024 وهو ما لم يحدث حتى الآن وتوقعت ليلة عبداللطيف أيضا ترشيح ولي العهد السعودي لجائزة نابل للسلام وهو ما لم يحدث أيضا حتى الآن كما توقعت ليلة عبداللطيف إبعاد بن يمين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية وهو أيضا ما لم يحدث حتى الآن تنبأت ليلة عبداللطيف بوفاة أحد منصمم الأزياء اللبناني وهو أيضا ما لم يحدث حتى الآن تنبأت ليلة عبداللطيف بحدوث زلزال مدمر في إحدى الدول العربية مما يؤدي إلى اختفاء أجزاء من هذه الدولة وهو كذلك ما لم يحدث حتى الآن وفي وقت سابق ليلة عبدالطيف فاجأت المذيع بكشف سبب هذا الانهيار حيث قالت أن هناك سرا سيغير مجرى الأحداث وأنا أتمنى ذلك وخلال حلقة سابقة ظهرت فيها ليلة عبدالطيف قالت هناك تطورات إيجابية غير متوقعة ستحدث قريبا ستجرب الفرح والسعادة لقلوب الكثيرين والأمل في المستقبل بات قريبا مؤكدة أنها ترى نورا في نهاية النفق وعن سبب انهيارها قالت ليلة عبدالطيف أن الضغط النفسي الهائل الذي تعيشه بسبب تداخل الأحداث والتوقعات هو سبب بكائها وقالت أحيانا تكون توقعات عبءا ثقيلا على الشخص خصوصا عندما تكون الأمور معقدة ومتشابكة لكنني متفائلة بأن الأيام المقبلة ستأتي بأخبار سارة وهي توقعات لم تحدث حتى اليوم ومع استمرار تداول تلك التوقعات فإن الجدل يتواصل بين المتابعين والمغردين وسط تأكيدات من الكثيرين بأنه قد حان الوقت من أجل تجاوز التفكير بتلك الطريقة التي تؤثر على طريقة التفكير العقلاني والمنطقي وتدفع الناس لتصديق المنجمين أو العرافين لأنه حتى لو صدق التوقعات العرافين مرة فإنها لا تعني أنهم يرون المستقبل أو يعلمون الغيب ومع تحقق توقعات من شالحيك وفشل ليل عبداللطيف ما السبب برأيك في ذلك؟ أغلق tال Award توقيت التوقع وخص map اوعي ها الهل توقع والق الآن أعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة